أهلا بكم في هذا الدرس نتعلم سبع مفردات في الغالة الإنجليزية وطريقة استخدامها في جملة وكلها مرتبطة فلنبدأ بالعبارة الأولى أو الفعل الأول هل يمكنني أن أستعمل قلمك؟ هي تستعمل سيارتها للعمل العبارة الثانية هي يعني يستنفد شيئا ما تستخدم شيئا حتى تكمله مثال شخص ما استنفذ الحليب كله يعني استخدمه كله العبارة الثالثة يوسفل مفيد معلومات مفيدة لاحظة النطق هنا تنطق الس وليس الز يوسلس غير مفيد هذه المظلة غير مفيدة فيها ثقب كبير فيها ثقب كبير شديدة لمستخدم الانترنت مفيدة لانترنت مفيدة لانترنت سيارة مفيدة لانترنت سيارة مستعملة سيارة مستعملة سيارة مستعملة تستخدم للتحدث عن شيء كنت تقوم به بشكل متكرر في الماضي يعني عادات قديمة ولا تقوم بها الآن لم تعد تقوم بها مثال I used to go out every night when I was a student كنت أخرج كل ليلة عندما كنت تلميذا I used to go out every night when I was a student I used to go out every night when I was a student I used to go out every night when I was a student I used to go out every night when I was a student Monika used to live in Glasgow كنت Monika تعيشو في Glasgow Monika used to live in Glasgow Monika used to live in Glasgow شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في درس لاحق